السلط حاضرة البلقاء بلقاء اليوم إحلى محافظات المملكة الأردنية الهاشمية ومدينة السلط حاضرتها وتقوم فوق قمم جبال البلقاء وإذا وقف الزائر هناك فوق إحدى القمم فإنه يرى مناظر خلابة لا تنسى يرى أمامه نهر الأردن ويرى الحدائق الخضراء التي تغطي أرض الغور ويشاهد أنوار مدينة القدس ليلا وقد ظلت مدينة السلط طوال النصف الأول من القرن العشرين المدينة الأولى من النواحي الاجتماعية والإدارية وأما في مجال التعليم فإن مدرسة السلط الثانوية كانت المدرسة الثانوية الكاملة الأولى في الأردن وهذه المدرسة تخرج فيها الرواد الأوائل وما تزال السلطة حاضرة في مجال التعليم العام منه والعالي وهي نموذج وطني في البدل والوفاء والدفاع عن حرية الوطن وحدوده ومستقبل أبنائه الشجعان تعد مدرسة السلط الثانوية معلما تربويا وعلميا وحضاريا فقد كانت المدرسة الثانوية الوحيدة في الأردن طوال عهد الإمارة من عام 1925 إلى عام 1946 وتخرج فيها عشرات الطلبة من أرجاء الوطن كله وكان لهم الفضل في بناء الأردن الحديث في مختلف المجالات السياسية والإدارية والقضائية والفكرية والأدبية بدأ ببناء المدرسة على التل المطل على وادي السلط بمساحة ثلاثين دنما وشارك المواطنون في بنائها وجمعت التبرعات منهم ومن الأثرياء ووصل الملك عبد الله الأول ابن الحسين حين كان أميرا إلى الموقع فوضع حجر الأساس في احتفال حاشد في المدرسة ملاعب وقسم داخلي لمبيت الطلاب الذين كانوا يأتون إلى المدرسة من الأقطار المجاورة وفيها أول مكتبة مدرسية في تاريخ الأردن وأول مرصد جوي حضيت مدرسة السلط كذلك برعاية جلالة الملك الحسين طيب الله ذراه فقد زارها أكثر من مرة وأشاد بدورها التربوي الكبير في رفض الأردن برجال الفكر والسياسة وما زالت تحضر برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ترجمة نانسي قنقر